للتحليل والمطابعة نضم إلينا من واشنطن سيد ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سيد ديفيد الجيش السوري يتقدم في ضرع المعارضة استغاثت بواشنطن واشنطن طالبت بالتهدئة ولم يستجب أي أحد ما هي قراءتك للأوضاع الميدانية؟ طيب صحيح للأسف الشديد نحن نرى الآن كمان مرة مآسة إنسانية وتكتيكية في الميدان داخل سوريا وفي هذه المرة بشكل خاص في محافظة دارعة على حدود إسرائيل وسوريا والأردن وكما أنت ما قلت الحقيقة أنه لا أحد يستجيب لطلبات الولايات المتحدة أو لطلبات الأردن أو لشعب السوري المحتال من قبل النظام في هذه المحافظة يعني بين قوسين أنا أرى ذلك مضبوط وأنا أرى ذلك بشكل عام كدليل للأسف الشديد لكن هذا هو الواقع دليل لفوز النظام فوز بشار الأسد وحلفاء هذا النظام المعنى إيران وحزب الله وروسيا في هذه الحرب الأهلية داخل سوريا من كم سنوات وآن نحن نرى محاولات هذا نعم مضبوط نحن نرى محاولات هذا النظام لانتشار السيطرة على كل شبر من أراضي سوريا من الشمال إلى الشرق وإلى الجنوب طيب ما الذي قبل ولكن يا سيد بولوك المسألة التي ستجمع أو المعادة الذي سيجمع بين واشنطن وموسكو أو بين ترامب وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما الذي يمكن أن يضيفه هذا اللقاء على مجرات الأحداث إذا كنت تقرأها هكذا على الأرض صحيح لكن يبقى سؤال مهم جدا وهذا هو وجود إيران وحزب الله داخل الأراضي السورية وهناك احتمال قليل ولكن أنا شخصيا أنه أقيم أنه هذا احتمال مهم لاتفاق جديد بين روسيا وأمريكا بين دونالد ترامب من ناحية والرئيس راديمير بوتين من ناحية أخرى بنسبة لهذا الوجود الإيراني والحزب اللهي والمليشيات الطائفية الأخرى لم أفهم يا سيد ديفيد هل تعني نزع ورقة إيران من المعادلة؟ هل تريد أن تقول هذا؟ لا لا بالعكس بالعكس الاحتمال هو اتفاق جديد أو مجدد بين روسيا وأمريكا وهذا الاتفاق سوف يعطي رخصة لقوات النظام لسيطرة على أراضي سوريا مخابل إخراج قوات إيران وحزب الله والمليشيات الإراقية والأخرى الطائفية من هذه الأراضي السورية طيب كيف هذا وهي من الدول الضامنة السلاثي؟ للأسف نحن لقد رأينا هذه الاتفاقيات من قبل وفي كل مرة للأسف كمان مرة أنا أقول أنا أقيم أن روسيا هي التي تخالف هذه الاتفاقيات لكن الجدير بذكر أن هذه المحاولات لتفاهمات بين روسيا وأمريكا بنسبة لإخراج قوات إيران من هذه الأراضي بمشاركة إسرائيل ما وراء الستار وبمشاركة الأردن ما وراء الستار هذه المحاولات لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة وأنا أعتقد أنه لو نجحوا كل هؤلاء بتجديد هذه الاتفاقيات هذا سوف يكون نجاح جزئي أو نجاح نسبيا لأن وجود هذه القوات الإيرانية والحزب اللهية وطائفية في جنوب سوريا تمثل خطر جوهري خطر حيوي للأمن القومي الأردني والإسرائيلي وحتى الأنباء الواردة نحو 120 ألف سوري المصالح الأمريكية في المنطقة صحيح ما تقول 120 ألف سوري نزحوا من المنطقة من الجنوب الغربي السوري وهم على الحدود الأردنية وعلى حدود هضبة الجنان أشكرك على أي حال أن الوقت ليس لدي رفاهيته أبدا أشكرك جزيلا ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لدرسات الشرق الأدنى ضيفي من واشنطن شكرا جزيلا ملابينة 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 لذلك شكرا